وبالانتقال إلى مسرح الأمن الموسع وعلاقته المباشرة بحسابات الناس على طاولة ظلم تنظيم داعش كشف النائب شيروان دوبدراني عن نقل وجبة جديدة من أسر التنظيم من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعى جنوبي الموصل بمحافظة نينوى خلال اليومين القادمين وتوقع وصول الرحلة الثانية عشر الأسبوع المقبل لنقل أسر مسلح التنظيم ولفتت دوبدراني إلى وجبتين سيتم عودتهما إلى مخيم الجدعى قبل نهاية العام الجاري